اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنعمل حلقة للاطباء حديث التخرج وللطلبة في السنوات الاخيرة ازاي تاخد تاريخ مرضي من العيان او ازاي تاخد هستري من العيان كنا المفروض نعمل حلقة ازاي تفحص مريض بطنة عموما عيان جاي لك بشكوى في الابدومن ازاي تفحصه وده كان هيشمل ان احنا ناخد منه هستري او تاريخ مرضي وان احنا نفحصه بس لقيت ان موضوع الهستري لوحده او التاريخ المرضي ده هياخد وقت طويل فقلنا نعمل حلقة الاول عن الهستري وبعد كده نبقى نعمل حلقات عن الفحص ازاي تفحص حالة ابدومن ازاي تفحص حالة نيورو ازاي تفحص حالة شست اندوكراين وهكذا فحلقتنا النهاردة ازاي تاخد هستري من العيان وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو عشان نكمل السلسلة دي ان شاء الله خلي بالك ان الهستري او التاريخ المرضي ده حاجة مهمة جدا 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 لما تاخد هستري كويس من العيان فممكن تشخص من 80 ل 90% من الحالات من قبل ما تقوم اصلا تكشف عليه حتى في مقولة بتقول يعني استمع كويس للمريض بتاعك ده هو بيقولك التشخيص ده هو بيساعدك فلازم تهتم بالتاريخ المرضي وبكلام المريض بتاعك وتفهمه وتعرف كلماته بتدل على ايه المريض ممكن يسيء التعبير فلازم تستفسر منه وتفهم منه هو يقصد ايه بالزبط خصوصا مع اختلاف الثقافات حتى في نفس الدولة تلاقي واحد مثلا من الصعيد يقول كلمة يقصد بيها حاجة تانية غير اللي انت تعرفها عندك في بلدك فاستفسر واستفهم عن كل كلمة يقصد بيها ايه وتعاطف كمان مع حالة المريض وحسسه انك فاهم مشكلته وانك مقدر القلم اللي بيشعر به او المشكلة اللي عنده لازم يبقى فيه جود كوميونيكيشن بينك وبين المريض وزي ما قلنا افهم كويس المريض يقصد ايه من كلماته ساعات مريض يقولك انا عندي اسهال يا دكتور تقوله يعني بتعمل حمام براز شكله ايه يقولك لا ده انا باعملش كل شوية بيجي لي رغبة ان انا اروح اعمل بس ما باعملش فهو يقصد تنسمس او تعانية اول خطوة بتعملها وبتاخد عليها درجات من غير ما تفكر ومن غير اي حاجة خالص انك تخسل ايدك وانت داخل على المريض بتاعك اخسل ايدك ولو مفيش حوض وصابونة مثلا ممكن تستخدم الكحول جل استخدم كحول واخسل ايدك او طهر ايدك بالكحول تاني خطوة قدم نفسك للمريض وعرفه انت مين وهتعمل ايه يعني قل له انا دكتور فلاني الفلاني من مستشفى الفلانية طبيب مخيم بطنة او ممارس عام او ايا كان انت ايه وجاي اسألك شوية اسئلة وفحصك بعد اذنك فهو يقول لك اه طبعا اتفضل ايه دكتور ولو المريض كان جاي لك عيادتك الخاصة مثلا فدي تعتبر موافقة ضمنية منه ان انت تاخد منه هستري او تاريخ مرضي وانك تفحصه لكن مش هتخسر حاجة لما تقول له مثلا بعد اذنك هكشف عليك او بعد اذنك هتردش معك شوية ما فيهاش مشكلة كمان وانت بتاخد الهستري من المريض او التاريخ المرضي يكون البوزيشن بتاعه مريح وضعه او قعدته او النومة بتاعته يكون نايم في وضع مستريح ما يكونش عمال يتوجع في وضع مش مريح ليه وانت عمال تدردش معاه المفروض يكون وضع مريح ليه مسافة بينك وبينه متر تقريبا وعلى نفس المستوى بتاعه يعني نفرض ان المريض عنده ارثوبنيا عيان لو نام على ظهره بيجي له كرشة نفس وبيتعب ما تسيبوش نايم على ظهره عمال ينهج وانت بتاخد منه تاريخ مرضي لا نايمه في زاوية 45 يبقى نايم مستريح ونفسه مستريح وتاخد منه الهستري يبقى دي اول حاجة عليها درجات لو انت بتمتحن زمالة مثلا او اي حاجة محترمة كده الحاجات دي عليها درجات من غير لسه ما تعمل اي حاجة مجرد غسلت ايدك قدمت نفسك للمريض واستأزمته والوضع بتاعه مناسب انك تاخد منه هستري نيجي بقى نتكلم عن الهستري نفسه او التاريخ المرضي النقاط المهمة فيه ايه اول حاجة في الهستري هو البرسونال هستري يعني معلومات الشخص الاساسية بتاعته اول حاجة نيم اسمه ايه طب ده هيفيدك في ايه طبعا هيفيدك انك تعرف انك داخل على المريض الصح بتاعك لو انت في امتحان مثلا وكمان هيفيدك ان انت تبقى فاميليار مع المريض يعني هو قالك انا اسمي صلاح فباقي الهستري لما تيجي تاخده هتقول له يا استاذ صلاح يا عم صلاح فده يخليك ودود وفاميليار مع المريض تاني نقطة هي العيان بتاعك ميل ولا في ميل وطبعا ده هيكون واضح من قدامك مش هتسأله يعني لكن بيتكتب انا بتكلم هتكتب ايه في الهستري فهتكتب مثلا ميل او في ميل وبرضو دي نقطة مهمة ليه عشان فيه امراض معينة منتشرة اكتر في الزكور مثلا زي عنيميا الفول مثلا بعض الامراض الاخرى منتشرة اكتر في السيدات او الاناس زي مثلا الزقبة الحمرة وهكذا فمهم جدا تكتب الجندر او سكس بتاع المريض بتاعك النقطة التالتة هي العيان بتاعك ده عمره قد ايه برضو مهمة مثلا لو عيان كبير في السن فده بيديك احتمالات كتير للسرطانات لقدر الله مثلا وهيديك فكرة انه ممكن يكون عنده امراض مزمنة كتير هيكون عندك فكرة ان فيه مال نيوتريشن شوية هيكون عندك فكرة يعني حاجات كتير في الولد ايج مثلا العيان بتاعك لو مدرك او يانج ايج هيديك يعني حق كده ان دي ممكن تكون اوتو اوميون ديزيز مرض مناعي مثلا لانه بيجي اكتر في متوسط السن او صغار السن فالايج مهم جدا رابع حاجة هي الاوكيوبيشن او الوظيفة بتاعة العيان بتاعك هل هو طالب هل بيشتغل حاجة معينة طبعا عشان الوظيفة ممكن تقول بتعرضه لتلوس معين زي مثلا كلنا عارفين في حالات الشست او الامراض الصدرية مثلا اسبستوزيز لو بيتعرض للاسبوستوز او السيليكوزيز لو بيتعرض للسيليكا شغال في مصنع وبيتعرض للسيليكا او بيتعرض لدخان كتير او بيتعرض لاي سموم باي طريقة او حتى الوظيفة بتاعته على مكتب مثلا فانت عندك عيان اوبيز ووظيفته انه قاعد على مكتب فدي تديك فكرة انه ممكن يكون عنده امراض اكتر في القلب ممكن عنده امراض في العظام وهكذا يعني فبرضو مهمة جدا خامس نقطة هي العيان بتاعك ده عايش فين عشان برضو ممكن يكون عايش في منطقة التلوث فيها جديد او منطقة منتشر فيها امراض معادية معينة عايش في مكان مثلا في مالاريا عايش في مكان في بالهريزيزيز او كان قبل كده يعني وكمان مهم تعرف هو اتولد فين وعايش فين لانه ممكن يكون مثلا دلوقتي عايش في القاهرة لكن هو كان واتولد وتربى في منطقة فلاحين مثلا فممكن قبل كده برضو كان عنده بالهريزيزيز وبعدين جيل قاهرة يعني فلازم تعرف اتولد فين وعايش فين سادس نقطة هي ناشناليتي او الاحسن او الاصاح اثنيسيتي يعني العرق بتاعه ايه؟ يعني انت ممكن تكون بتشتغل في امريكا لكن المريض اللي انت بتكشف عليه مصري جاي من مصر او تركي او ايطالي او اي جنسية تانية بس احنا هنا نقصد الاصل بتاعه ايه؟ لان في بعض الامراض برضو منتشرة في اصول معينة زي مثلا حمى البحر الابيض المتوسط زي ما قلنا بتيجي في المناطق اللي حوالين البحر الابيض المتوسط فممكن واحد مصري مثلا وعايش في امريكا ما تقولش ده امريكاني فما عندوش حمى البحر الابيض المتوسط السفر دلوقتي يعني سهل لكل الناس سابع نقطة religion and believes الديانة بتاعته او المعتقدات بتاعته في بعض الاديان او بعض المعتقدات تسمح له مثلا بشرب القحليات في معتقدات تانية تسمح باشياء اخرى فخد فكرة هو ديانته ايه؟ او معتقداته ايه؟ ممكن يديك فكرة عن ممارسات معينة بيعملها تكون سبب في المشكلة اللي هي عنده سابع نقطة هي الماريتل ستيتوس تشوف العيان بتاعك متجوز ولا سنجل معا اولاد ولا مش معاه برضو هيديك فكرة عن الصحة العامة بتاعته وهو لما يبقى راجل متجوز وعنده اولاد فغالبا الدنيا كويسة وكمان هيديك فكرة عن قدراته الجنسية برضو هتفيدك في بعض الامراض في مثلا الاندوكراين في الغلد الصماء وهكذا واخيرا النقطة التامنة هي يعني العادات اللي ممكن تكون لها علاقة بعض الامراض ونقصد بيها يعني التدخين الكحليات مثلا دراج اديكشن لو بياخد ادوية او مدمن لادوية معينة طبعا لاضرارهم الكتيرة فلازم تكتب اذا كان بيعمل حاجة من دي ويبقى دول التامنة النقطة الاساسية في البرسون الهيستري على سبيل المثال هتكتبهم ازاي بقى هتقول مثلا يعني بيدخن حوالي عشرين سجارة في اليوم يعني مفيش حاجة تانية مش بيشرب كحليات مثلا مش مدمن حاجة معينة وهكذا النقطة التانية في الهيستري هي اللي هي شكوى المريض ودي بتاخدها بنفس كلام المريض اللي هو قالهولك يعني المريض بتقوله خيري عمل حاج اللي جابك النهاردة العيان مايعرفش هي ما تمسز هو بيقولك انا برجع دم لكن في نفس الوقت ما تكتبش ترجمة حرفية يعني مثلا انت بتقول المريض بتاعك خيري عمل حاج اللي جابك النهاردة هي لك سككين يا دكتور في بطني بتقطع ما تكتبش نيرس انستومك لا هو يقصد قلم شديد او شارب ابدومنالبين يعني تفهم هو يقصد ايه بس شوي عيان مثلا جاي لك وعنده اسايتس او استسقاء في البطل بتكتب جنراليزد ابدومنالسويلنج ما بتكتبش اسايتس هو مايعرفش برضو اسايتس عيان مثلا عنده ميلينا فبتكتب باسنج بلاك صوفت ستول او بلاك تاري ستول مش بتكتب ميلينا وهكذا وهنا تركز شوية وتخلي بالك ممكن عيانة تجي لك تقولها مالكي حاجة ايه اللي جابك فهي ست طيبة شوية وعايزك تهتم بكل حاجة فتقول لك يا دكتور انا من سنتين وانا ما بقدرش امشي على ركبي وركبي بتوجعني وخدت علاجات كتير ومفيش فايدة فانت تقول لها يا حاجة ايه اللي جابك النهاردة ايه اللي تعبك تقول لك اصلا انا بكح وعندي سخونية او ارتفاع درجة حرارة وبلغم من 3 ايام يبقى دي الشاكوى بتاعتها الشاكوى بتاعتها او كومبلينت هو الكاف والفيفر والسبيوتام بروداكشن مش الاستيوارثرايتس اللي هي بتتكلم عنها بقالها سنتين فتركز كده وتشوف العيان جاي بايه النهاردة حتى لو العيان عنده مشكلة فعلا من سنتين يعني هديك مثال عيان عنده عنده فشل في وظائف الكبد وفعلا رجلي مورمة منش فترة كبيرة وجاله صفرة او ياراقان من فترة وجاله كمان اسايتس مثلا او استسقاء في البطن من 6 شهور لكنه رجع دم مبارح فالشاكوى بتاعته اللي هنكتبها هنا هي مش هنكتب اللي فات ده كله هو دلوقتي جاي لك عشان بيرجع دم مش عشان التشخيص من الاول هو اكيد متشخص وحتى لو مش متشخص انت بتكتب الشكوى الاساسية او اللي جد ايه على المريض وخلي بالك بيبقى جملة مختصرة مش بنكتب فيها تفاصيل يعني العيان اللي قلتلك عليه عنده من 3 سنين مثلا لكنه رجع دم مبارح فاحنا مش هنكتب القصة دي كلها لما تيجي تكتب هو بس كده هو ده جملة مختصرة تعتبر راس الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه عيان تاني مثلا عنده اسايتس او استسقاء في البطن من 6 شهور فالموضوع زاد عليه وبدأ يتعبه قوي من يومين فمش هنكتب من 6 شهور ولا حاجة احنا هنكتب لو مثلا نفسه بقى يتدايق من الزيادة دي يعني وعشان انا كنت ناوي نتكلم عن حالة ابدومن فهقولك يعني بعض الاعراض او المشاكل اللي العيان بيجي بيها اللي عنده مشكلة في الابدومن هيجي لك باي يعني يا اما ابر جي اي تي سيمتمز اعراض خاصة بالجهاز الهضمي من ناحية فوق الابر يعني عيان ممكن يجي لك مثلا لوسف ابتايت مش عارف ياكل او ملوش نفس يعني انه ياكل عيان يجي لك بفومتنج او سينس اوف فومتنج اللي هو نوجيا اللي هو غثيان عيان يجي لك بفومتنج اوف بلود زي ما قلنا هماتيمسز عيان يجي لك بإراجتيشن بيتكرع كتير عيان بيجي لك بهارت بيرن او ووتر براش لو عنده جيرد مثلا حرقان او حموضة او التهابات يعني عيان يجي لك بينفول سوالوينج يعني لسفاجيا الم أثناء البلع عيان يجي لك بهكب يعني زغطة يعني اي حاجة تبع فوق في لور جي اي تي سيمتومز يعني اعراض تبع الجهاز الهضمي مثل من ناحية تحت عيان عنده يعني عدته في البراز او عدد المرات اختلف او يجي له مثلا ديارية باصنج لوسي ستول بقى عنده اسهال او كونستيبيشن باصنج هارد انفريقونت ستول او عنده تينيزمت زي ما قلنا كل شوية حس ان عايز تروح يعمل حمام وما يعملش او يعمل حاجة بسيطة ويرجع وهكذا عيان يجي لك ببليدنج بالريكتم بينزل دم احمر من فتحة الشرج عيان تاني عنده ميلينا اللي هو زي ما قلنا باصنج بلاك تاري ستول ممكن عيان يجي لك بتوكسيك مانيفيستيشنز يعني عنده مشكلة في البطن لكن جاي لك بتوكسيك مانيفيستيشنز عنده فيفر ارتفاع درجة حرارة عنده ماليز في البعض الحالات الشديدة او الحالات المزمنة يممكن يبقى عنده ويت لص مصلا فقدان في الوزن عيان تاني ممكن يجي لك بافدوم من البين عيان عنده التهاب في البنكرياس عنده التهاب في المرارة عن اي مشكلة ممكن تعمل ابدوم من البين عيان تاني ممكن يجي لك بابดوم من حتة كبرت في بطنه سواء كانت عيان مسلا عنده بطنه كلها كبرت او عيان عنده حاجة معينة بس او حتة معينة بس اللي كبرت عيان عنده مس مسلا اي كتلة او كولكاعة لسه مش عارفين هي ايه او عنده عنده مسلا الكبد تضخم الاسبلين او الطحال تضخم اي حاجة من دي عيان ممكن يجيلك بجندس مسلا او اسفرار الجلد او العين او بيقولوا عليها رقان برضو لو عنده مشكلة مسلا في المرارة في الكبد في القنوات المرارية في البنكرياس وهكذا يعني دي كده اشهر الاعراض او المشاكل اللي العيان ممكن يجيلك بيها في حالة ابدومن النقطة التالتة في الهيستوري هي هي احنا قلنا ان الكمبلين بيبقى جملة صغيرة وخراس هنا بقى بنفصل كل حاجة عن حالة المريض في الهيستوري ايه اللي حصل بالزبط للمريض من اخر مرة كانت سليم فيها ونفصل كل حاجة وكمان نشوف كل العلامات او كل الاعراض اللي ليها علاقة بالنقطة دي ونسبتها لو موجودة لو حاجة منهم موجودة نسبتها ونفصلها ولو مش موجودة لازم ننفيها على سبيل المثال العيان لو جاي لك بابدومن البين عنده قلم في البطن فلازم نعرف مكان القلم ده فين يعني هل هو اكيوت ولا جرادول ولا صدن يعني الالم ده لما جاله هل بدأ فجأة ولا بدأ واحدة واحدة ولا بالتدريج خالص ولا حصل ازاي يعني لما بدأ الالم هل بدأ يزيد بقى باستمرار لحد ما جالك ولا بيروح وييجي انترمتنت ولا سابت ولا ايه بالزبط يعني بقاله قد ايه الالم ده مع المريض كمان تعرف شدة الالم تقول للمريض مثلا لو هو فاهم كويس اه في سكيل او مقياس من واحد لعشرة عشرة ده يعني اقوى الم انت شفته في حياتك مثلا لو كنت تكسرت قبل كده ولا حاجة فالالم ده يعتبره عشرة وواحد ده يعني مفيش الم او الم بسيط خالص ويديك مقياس كمان هل الالم ده خلاك ما تروحش الشغل فده يدل على ان الالم شديد انترفير والديلي اكتيفتي كمان الكراكتر بتاع الالم ده هل هو وجع ضل ولا عامل زي ما يكون حاجة بتغرس فيه ولا بلسيتنج بين بينبض ولا شارب بين الم حاد ولا ايه بالزبط شكل الالم ايه بعد كده هل الالم ده بيسمع في مكان تاني ولا لا يعني واحد يقول لك انا عندي راية ابر كوادرانت بين عندي الم في المنطقة العليا اليمنى من البطن دي بس بتسمع في الرايت شولدر ودي بتبقى مع التهبات المرارة مثلا فلازم تعرف بيسمع في مكان تاني ولا لا ايه اللي بيزود الالم ده وايه اللي بيقلله يعني عيان يقول لك انا لما باخد نفس الالم بيزيد لو عنده مشكلة مثلا في اللنج او في حجاب الحاجز مثلا عيان يقول لك لما بميل قدام الالم بيروح او لما نام الالم بيختفي شوية نعرف ايه اللي بيزود وايه اللي بينقص الالم ونكتبه كمان ايه هي او ايه هي الاعراض الاخرى اللي جاية مع القلم ده. يعني ايان عنده قلم في البطن. هل معاه بقى ارتفاع درجة حرارة? معاه صداع? معاه قيء? مع اي حاجة تانية جاية معاه ولا? لا. وبيختصروا الحاجات دي بكلمة كده عشان ما تنسهاش بيقولوا عليها اللي هي عربيات قره قديمة يعني. ال او الانست ال لوكيشن دي ديوريشن سي كاراكتر ال ايه اجريفيتنج فاكتورز ال ار ريليفنج فاكتورز. ال تي اللي هو التريتمنت والرسبونس ده برضو ما قلنهاش يعني برضو لو خد علاج واتحسن عليه ولا متحسنش برضو نكتب عادي مفيش مشكلة. وال اس اللي هي سيفيريتي او شدة القلم يعني. مسلا عيان عنده التهاب في البنكرياس من يومين. فانت في العنصر اللي فات الكمبلينت هتكتب ايه? هتكتب اكيوت ابدومنا البين. الم في البطن بقى اليومين? اكيوت. لكن في هنفصل بقى زي ما قلنا كل حاجة. هتكتب ايه يعني? هتكتب يعني بدأت من يومين. وابدومنا البين. الم في البطن. المنطقة بتاعتها فين? طبعا انت كل ده بتسأل العيان. بس انا بديك مثال يعني. وفي اكيوت او ساعة الموضوع بدأ معه مفاجئ او بدأ اكيوت وبدأ يزيد باستمرار وبقى له يومين. يبقى دي. يعني العيان اداله رقم تمانية عالبين سكيل. وممكن تقول. العيان ما راحش الشغل. ما عنده قلم شديد وجالي المستشفى ما راحش الشغل. امبارح مثلا نايم في البيت. يبقى دي. السيفيريتي. يبقى ده الكراكتر. البين ده دل وجع. ودي الردياشن بيسمع في ظهره من وراء. يعني مثلا بيزيد بالطعام. وبيتحسن شوية لما العيان يميل لقدام. كل ده انت بتاخده من العيان. يبقى دي. وعشان كده انت شكيت ان الحالة دي اكيوت بنكرياتيتس. فلازم تسأل كل العلامات الخاصة بالاكيوت بنكرياتيتس. او كل المشاكل اللي ممكن تيجي معاه. فهتقول كمان. هتسأل العيان في جوندس ولا لا? كل ده بس. فهتقول. هتقول العيان ما عندوش مشاكل قبل كده. مغس مراري بيجيله. ولا عنده مسلا حصوات في المرارة. ودي طبعا حاجة مهمة في حالة البنكرياتيتس. هتقول كمان مسلا. الحاجات اللي ممكن تحصل شوية في الموضوع ده. والعيان لو ما عندوش مشاكل في ممكن تقول يعني مفيش اعراض تقول ان في مشكلة في الجهاز الهضمي من تحت يعني. ولو ان الاحسن ان انت تقول كده معظم الحاجات الشائعية. يعني هتقول. نو ديارية. نو ميلينا. نو بليدنج بالركتم. وهكزا. كمان هتقول. عشان برضو احنا عارفين. عموما. عشان برضو ممكن تحصل مع حالات البنكرياتيتس. وبعدين تاخد لفة سريعة كده على باقي الاجهزة الاخرى. يعني مثلا النيورو والكارديو والشست. الاجهزة الاخرى كده. باسئلة سريعة. وبعدين تكتب. يعني ما فيش اعراض تقول ان في مشكلة في اي اجهاز اخر. طيب نفرض بقى ان العيان عندو عندو فشة في وظائف الكبد من فترة كبيرة. زي ما قلنا المثال اللي احنا بنقوله ده. مسلا بقلو سنتين تلاتة. وبعدين جالوا امبارح او اول امبارح او بيرجع دم. فلما نيجي نكتب في الحالة دي بقى هنكتب من اول الحكاية. ده من اول الحكاية خالص. الحكاية اللي ليها علاقة بالموضوع بتاعنا. من اخر مرة العيان كان فيها سليم. فمسلا في حالة زي زي ما قلنا من سنتين تلاتة. هتكتب ان ده من ثلاث سنين. بقديمة مسلا. العيان كان عند وساعتها رجلي بتورم. فتيج. وتفصل كل واحدة فيهم. فتيج ده يعني مسلا مثلا مثلا. واللوارلين بقديمة تقول باكت مسلا لحد ان يعني تغرز صبعك يغرز. مثلا مثلا يعني جاله يعني العيان من ست شهور. بطنه كبرت. وكان معاها شوية نهجان. ومسلا لو اي حاجة تانية حصلت انت تسأله عن كل حاجة خاصة في الفترة اللي فاتت. جالك قبل كده مثلا ميلينا نزلت دم في البراز. جالك قبل كده جوندس. اسفريت. او جالك يا راقان. فاللي يقول لك عليه هتفصله بالتفصيل. وتكتبه. وصولا الى الشاكوى اللي جالك بيها بقى. فانت كتبت من ثلاث سنين حصل كزا. وبدأ يشعر بكزا. من سنة بدأ يحس بكزا. من ست شهور جاله اسايتس. وبتفصلها وتكتبها كلها بالتفاصيل. وبعدين تكتب. ونبدأ بقى نفصل. نتكلم على الامة وانت. الكمية قد ايه? الكالر. لاست اتاك. اخر مرة جات امتى ما هو من يومين? كل شوية رجع ويسكت. مسلا. افكت اوف تريتمنت. خد علاج ولا لا? وهكزا. وتشوف دلوقتي كل العلامات اللي لها علاقة بالليفرس الفيلير والفومتينج اوف بلد ده. موجود منها حاجة ولا لا? واللي موجود منهم تفصله حاليا واللي مش موجود فيه. تكتب نو كزا. وبعدين زي ما قلنا تاخد ريفيو سريع كده او بصة سريعة مراجعة سريعة على باقي اجهزة الجسم. هل بتشتكي من مشكلة في الصدر بتطلع بلغم مش عارف ايه? فخلاص كده ما فيش آآ مسلا هل بيحصل لك كسور في العظام? هل مش عارف ايه? تشوف باقي الاجهزة بشكل سريع. ولو ما فيش حاجة هتكتب اما لو في حاجة اكتبها. يعني اكتب ان في اي مشكلة تانية وفصالها برضو. فتبقى كده القاعدة بتاعة ان العيان لو جاي لك بشكوى حادة او شكوى قريبة من يومين تلاتة اسبوع. فانت هتبدأ بيها طالما هي مش معتمدة او مش مترتبة على حاجة قديمة. عيان مسلا جالوا اكيوت قبلونا البين عشان بنكريا تايتس. ده حاجة جديدة ومش متعلقة بحاجة قبل كده. يبقى هتكتب دا كونديشن استارتد تو دايز اجو او سيفن دايز اجو على حسب هو قالك من امتى? وتبدأ تفصلها. تفصلها يعني تشوف زي ما قلنا الحاجات اللي احنا قلناها دي. وتشوف العلامات الخاصة بهذا السيستم. اللي موجود منهم تثبته تقول موجود كزا وتفصله هو كمان. اللي مش موجود تنفيه وخلاص. وبعدين تاخد بصة سريعة على باقي اجهزة الجسم وتكتب زي ما قلنا اما المشكلة لو كانت بداياتها قديمة زي ما قلنا واللي حصل اليومين دول كومبليكيشنز منها فانت بتكتب من بداية الموضوع خالص زي ما قلنا عيان عنده فشل في الكبد من ثلاث سنين بنكتب ان البداية من ثلاث سنين. مثال اخر يعني لو عيان عنده اي اف مسلا عنده رجفان اوزيني بقاله مسلا ست سنين وبعدين دلوقتي جاله ستروك جاله جلطة في المخ فالجلطة بقالها يومين مش هنكتب الموضوع بدأ من يومين في البرزنت هستري او الهيستري هنقول ان الحالة دي بدأت من ست سنين بدأت بال اي اف واللي حصل للنهاردة ده من هذا الموضوع فهتكتب ان من ست سنين مسلا العين ساعة تحس وبعدين خد مسلا ده عليه والدنيا تمام وبعدين تسأل عن كل اعراض القلب بس ده مش موضوعنا دلوقتي بعدين تكتب ان هكذا فلو المشكلة قديمة بتبدأ من بداية المشكلة خالص وكل اللي يقابلك في الطريق تحلله لحد الشكوى الاخيرة اللي جاي لك بيها تحللها واي علامة او عرض لي علاقة بالموضوع زي ما قلنا تثبته وتحلله او تنفيه لو هو مش موجود وتاخد بسة سريعة على باقي اجهزة الجسم وخلاص كده النقطة الرابعة في هي التاريخ المرضي القديم بتاع العيان ودي نقصت بيها وممكن كمان يعني الامراض اللي عنده قبل كده او اللي جات له قبل كده خصوصا الحاجات المزمنة زي الضغط مسلا السكر امراض القلب امراض الكلا الحاجات المزمنة شوية فمسلا العيان بتاعك لو عنده مسلا سكر فهتكتب The patient is diabetic 10 years ago مسلا On oral hypoglycemic drugs او مسلا on insulin لهو بياخد انسولين مسلا The patient has hypertension 3 years ago مسلا يعني وكمان السيرجيكال هيستوري مسلا العيان عامل كوليسيستيكتومي شايل المرارة 3 years ago ومسلا عامل ابنتسيكتومي شايل الزايدة الدودية 20 years ago مسلا يعني فتكتب العمليات اللي العيان عملها وفي الباست هستوري تخلي بالك ان العيان ممكن يكون ناسي حاجات كتير لان دي باست هستوري فلازم يعني تفصل شوية العيان عملت عملية في القلب عملت عملية في البطن عملت قعد استفسر منه شوية كده النقطة الخامسة هي drug history and allergy and side effects drug history يعني العيان بياخد ادوية ايه ودي ممكن تفيدك انت ممكن تجيلك ستة كبيرة مسلا في السن وتقولك مش عارف عندي ايه يا دكتور انا اه عيانة بس مش عارف عندي ايه طب وريني العلاج حاجة اللي معاكي فتلاقيها مسلا عيانة عندها 71 سنة ماشي على كونكور او بايسبرولول وماشي على ريفاروس باير مسلا او ريفاروكسبان فبالعقل كده شكلها كده ايه اف مسلا فهتديك فكرة العيان عندها ايه عيان تاني مسلا عنده 41 سنة بيديك العلاج لقيت فيه مسلا اه متفورمن وفيلداج ليبتين اطور ورامبريل مسلا فغالبا الراجل ده عنده مسلا سكر وممكن يكون معاه كرونيك كدني ديزيز عشان كده بياخد الرامبريل او مسلا معاه هايبرتنشن كمان فمهم جدا انك تعرف الادوية اللي العيان بياخدها وكمان لو بياخد ادوية كده من نفسه من اي صيدلية او حاجة دي مهمة جدا ممكن تكون هي سبب المشكلة كمان الهربل او العشاب الطبيعية برضو مهمة جدا احنا نعرف ان العشاب الطبيعية ممكن تكون ضرة فيه عشاب ضرة جدا فلازم برضو نعرف العيان بياخد ايه وكمان يعني ممكن العيان ماشي على حاجة من سنين طويلة او من فترة كبيرة او من فترة وبعدين غيرها الدكتور غيرها له او هو غيرها من نفسه قريب ويكون التغيير ده سبب المشكلة يعني ممكن تغيير الجرعات بس او ممكن تغيير العلاج بس عيان مسلا بياخد للسكر فيلداجليبتن ماشي عليه بقاله سنة لقاه غالي وبتاع فواحد صاحبه وقال له خد امريل ياعم خد جليمي برايت مثلا فحصل له بقى يدوخ وبدأ يعني الدنيا تسود في عينه ويدوخ ويجي له بريسين كوبا لأتاك وحاجات فبدأ يحصل له هايبو جليساميا من تغيير العلاج يعني فبرضو لو فيه اي تشينج او تغيير في العلاج نعرفه كمان هنا نعرف الاليرجي هل العيان عنده حساسية من علاج معين ولا لا ده هيفيدك بعد كده لما تيجي تكتب له علاج مثلا عيان يقول لك انا عندي حساسية من ادوية الصلفة بعض المرضى بتبقى عارفة مش هنكتب له صلفة عيان تاني يقول لك انا عندي حساسية من البنسلين يعني مات خلاص مش هنكتب له بنسلين بس هنا لازم تبقى تتأكد من العيان لان يعني في بعض الناس مش عارفة قوي انا مثلا يعني واحدة مرة بقول لها عندك حساسية من حاجة معينة من ادويات قول لك اه عندي حساسية من البنسلين طويل المفعول او اي بنسلين يعني وحصل لك منه حساسية قالتلي لا بس انا والدتي عندها حساسية من البنسلين وانا طلع على الوالدتي فيعني خلي بالك ركز شوية ويعني اسأل العيان انت خدت الدواء قبل كده حصل لك منه ايه مثلا وهكذا لان ده ممكن يحرم المريض من دواء مهم يفيده في حالته وهو فاهم غلط ان عنده حساسية فانت هتتأكد كمان مش بس الحساسية حتى يعني مثلا عيان يقول لك انا عندي الضغط مثلا من سنة وبعدين الدكتور كتب لي ايزابريل مثلا او اي نوع من انواع الايس وجالي كوف جاله دراي كوف اللي هي احد الاعراض الجانبية للايس مثلا فتبقى عارف عشان ما تجيش في العلاج بعد كده وتكتب له ايس برضو فمهم كمان السايد افكتس ودي مش اليرجي دي مش حساسية ده اعراض جانبية وارد ان هي تحصل النقطة السادسة في الهيستري هي الفاميلي هيستري التاريخ المرضي للأسرة وده برضو مهم جدا لنفس الحالة او حالة لها علاقة بيها يعني مثلا طفل جاي بهوموليسز جاي بتكسير في كرات الدم الحمرة فبتسأل تاريخ مرضي في الأسرة خصوصا يعني من ناحية والدته عنده مثلا تكسير او حتى من ناحية والده عنده تكسير في كرات الدم الحمرة فيقول لك مثلا خالو مش عارف ايه فممكن ده يديك فكرة ان دي مثلا قليمية الفول عيان عنده ثايرويد ديزيز او مشكلة في الغدى الدرقية تسأل برضو عن التاريخ المرضي في العيلة هل الست الوالدة عندها برضو غدة هل حد في البيت تاني عنده غدة درقية عيان مثلا عنده جيلبرت سندروم ده برضو احد الامراض في الكبد اللي بتعمل صفرة او يرقان وبتبقى موضوع ليه علاقة ورسية يعني ليه وراسة كمان يعني مثلا العيان اللي جاي لك عنده سكر مثلا من النوع الاول فتسأل مثلا هل الاسرة فيها حد كمان عنده سكر او حتى عنده غدة ما هل غدة احيانا عشان الجهاز المناعي برضو يبقى حاجة مناعية في الاسرة او اي مرض مناعي تاني في الاسرة طيب واخيرا النقطة السابعة في الهيستري هي يعني تشوف العيان بتاعك ده عايش مع مين في البيت شغلته ازاي بيروح الشغل بتاعه ازاي طبيعة شغله ايه وده بيبقى مهم عشان تشوف العيان بتاعك هيحتاج بعد كده عناية في البيت معينة ما هو لو عايش لوحده مش هنقدر نروحه البيت صالما مش هيقدر يعتمد على نفسه مثلا هل هنحتاج نغير طبيعة شغله مثلا حالته الحالية لا تسمح بطبيعة شغله القديمة فلازم تتغير هل هيحتاج اجازة معينة هل هيحتاج نبعاته الى دار رعاية معينة فالسوشال هيستري مهم برضو نشوف المرض اللي عند العيان هيأثر عليه ازاي وهنهتم بيه بعد كده ازاي سواء في البيت او الشغل وهكذا ودي كده كانت اهم النقط بتاعة الهيستري بعد ما غسلت ايدك وقدمت نفسك للعيان واستأذنته وحطيته في وضع كويس بتاخد منه بيرسونال هيستري بعد كده الكمبلينت او الشكوى بتاعته الاساسية بعد كده هيستري بريسنت إلس اللي هو بنحل للشكوى وكل ما له علاقة بيها بعد كده باست هيستري سواء امراض مزمنة او عمليات بعد كده دراج هيستري الادواء اللي بياخدها وكمان لو فيه اليرجي او سايد افكس منها بعد كده فاميلي هيستري تاريخ مرضي في الاسرة وبعد كده سوشيل هيستري لو شايف ان الموضوع مفيد والسلسلة دي كويسة ونبدأ نعمل الفحص بتاعت الحالات اللي قلنا عليها اكتب لي الكلام ده في الكومنتات عشان اعرف ان الموضوع مهم يعني وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم